مرحب بكم مرة أخرى يا عزيزائي مشاهدين وبنرحب بخابرنا لتحكيم المتميز كابتن نصر عباس كابتن نصر أهلا وسهلا بحضرات تحياتي كابتن أيمان وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي كناتنات لأهلا في كل مكان تحياتي نجوم الكبار كابتن شريف عباني عام كابتن علامة يهوب كابتن اسامة عرابي منورة كابتن اسامة وكابتن عدل عبر رحمه كابتن أيمان نهارده مباراة صعبة تحكميا نتيجة الضغوط ما قبله وأثناء المباراة على طاقم التحكيم اللي كان مكون من حكم الدرجة الأولى نادر أمر الدولة وكان معاه على الخطوط المساعد رقم واحد كان أحمد حسامتها وكان مساعد تاني كان سامي هل هل ومحمد يوسف كان حكم رابع كان على فار محمود سوي حكم دايما بنشوف محمود سوي في الفار دايما هو ده تخصصه كابتن عادل محمود سوي دايما بنشوفه على الفار وأيضا مع الحكم اللي هو العالمي محمود أبو الرجال اللي هو إن شاء الله حنبارك له قريب اللي هو رايح كاس العالم ده كان تقم التحكيم أنا بس عاوز أقول حاجة مهمة جدا أن الحالات التحكمية هي علم وثقافة وقانون ما ينفعش أقول دي راكل جزاء وخلاص أو ما ينفعش أقول دي مش شكل جزاء وخلاص لبعد أن احنا نتكلم بالقانون كابتن أيمان عشان بساب فيه عندنا يعني درجة من الإقناع للناس اللي بتتفرج علينا وحكلم في اللعبة دي بس تسمحوا بس ناخد الوقت فيها فضلك هنشرحها من أول خالص بدايتها لحد نهاية اللعبة شوف الحالة الأولة بس معنا الأول الحالة الأولة معنا بنشوفها اللي هي حالة من حالات الكرة يلا الحالة الأولى هنا نادر جري هو ما شافش الكرة كانت خارجة من عادل أو داخل الكوس بتالي هنا بقى فيه لينك دايما من فار بيعمل كنترول لأن هنا الكرة المفترضة أن هي بتبقى موجودة حتى على الخط أو تبقى داخل كوس الرائد هنا بالتالي نادر راح وحظر كابتن شريف لابد أن الكرة تخش جوة الربح دايرة وده تبقى للقانون طبعا بحي الفار على الحالة دا لأنه هنا أحيانا الحكام بتسمح بالكلام دوت والكل بتبقى خارج الكوس وتبقى مشكلة بعد كده لو جي منها هدف ولا حاجة كابتن عليك دي حالة من الحالات المؤمنة أنا بس هوقف الحالة دا تفاصيل الحالة هنا يمكن نادر خد بالشكل ولكن حابب يجيب الحالة كابتن معنا صورة كابتن علاء بنشوف الحالة واحدة واحدة هنا محمد أبراهيم نشوف هنا ستوب هارجع تاني من اللي ناجح في لاب الكورة كابتن عزل حمدي لعيب النازل حمدي أنا النهاردة كمدافع وأنا رايح بتنافس أخلي بالكوز أوي 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 من رجلي والستارس تمام نروح نشوف هنا محمد أبراهيم الرجل رايحة فين أنا مش هكلم يعني حدثكم تتكلم على الرجل اللعب على الرجل اللعب دا الرجل ولا الستارس على الستارس كابتن علاء كابتن علاء هارجع تاني هارجع تاني هارجع تاني هنا ومن فوق لعب حمدي بينجح ولعب وين الرجل جاي بسرعة وبكوة استارس رايح في الرجبة أنا بس بس أسوال فين الفار على أقل سيدي دي لعبة تقدري ممكن كابتن أسامة يقول إنذار وأنا أقول طارد طارد الفايصل في هذه الحالة هو حكم المباراة اللي يقدر يقول درجة المخالفة مزبوط الدرجة المخالفة هل هي ترتكل للإنذار أو للبطاقة الحمر لكن هنا يا كابتن شريف أنا شايف أن هنا الدخول بهذا الشكل والدخول من مسافة وبهذه السرعة كان يجب أن الفارس لحكم من شاف هنا هنا بطاقة حمرة من وجهة نظر تبقى للقانون مدى 12 إن هنا استخدام كوة زايدة في التنافس في هذه الحالة